لا تنسون تفعلون خاصية التنبيهات عشان يوصلكم كل شي جديد من الغنات السلام عليكم شباب معكم بشاكر يوم ما بدي أقدم لكم فيديو للعبة ياكوزة ومنه اللي ما يعرف اللعب يتعرف عليها أو يعرفه أكثر وهم طبعاً لعشاق اللعبة واللي أنا منهم أول شي حبي تقول لنا ياكوزة تعتبر من العابة مظلومة خارج يابان وسبب مو بس من لاعبين هم من الشركة الأم الخاصة اللعب وهي سيقة لأن صدار خارج يابان كان يلزم تأخره مرات تعدي فوق سنتين ومرات ما تنزل خارج يابان بس هذا كله تغير مع آخر أعلان لشركة سيقة وقام تهتم بصدار اللعبة خارج يابان ونحن عندنا ثلاثة زارة تنزل بحدود سنة تغريباً باللغة الإجليزية وأهمى ياكوزة زيرو ليشرح القصة قبل حتها زي الأول وياكوزة كيوامي ويعتبر الرميك كدام جين في حداث زي الأول مع حداث زي الثاني لذين تتكون منهم قصة رئيسية ويفضل تتبرشون بزيرو بعد الرميك اللي ملعبين لعبه ويبوني يلعبونها وهم أعلنوا عن صدار السادس السلسلة اللي راح يصدر بعد زيرو وكيوامي فترة بسيطة القيم بلاي ما أخذ طابع الأكشن وغامرات وحق القيميرية اللي يبوني يلعبون لعبة فريدة من نوعها يلعبون ياكوزة لأنه من الألعاب اللي ممكن تكون أصغر من الألعاب الثانية من ناحية حجم خريطة وغيرها بس تعتبر أكبر من ناحية الاهتمام بأدغة تفاصيل وقصة أول مرة جربت ياكوزة لما دريت أن الفريق اللي كان مشتغل على شنمو نفسه اللي اشتغل على ياكوزة ولما تجربتها راح تحس أنه فيها من لمسات شنمو بس مع شغلاته تخلي ياكوزة هم لعبة فريدة من نوعها الجزء الأول من ياكوزة شرح لكي شلون كازما كوريو بدأ وبلش انتقامه من رئيس العصابة اللي كان سبب من أسباب تعبه ومشاكله بعد ما نسجل عشر سنين لجريمة وهم ارتكبها يكتشف أنه 10 بليون ين مباقو من التوغو كلان ما راح تلقى بالقصة اللي نيبيكم انتم تجربوهنها وتعيشونها جواء الجزء الثاني من ياكوزة يأخذك الطريج شوي مختلف وتشوف بطل اللعبة يحمي طفلة يتيمة وهي هاروكا وأن المافيا تدور عنها وسبب أنها تملك الحل أو تعرف وين مكان الفلوس اللي مباقت ويصير لها هاروكا دور كبير بالقصة وتشرح لك شون شخص قوي مثل كازما يظل حنون من الطفلة هذه وتصير الجزء منه بعد ما كان وحيد بسبب حيات المافيا اللي أثرت فيه من نواحي كثيرة الجزء الثالث من ياكوزة ويعتبر أحلى الجزء بالنسبة لي يأخذك أكثر بالقصة وهل مرة تلقى كازما يبطل لدار أيتام يأوي فيه حياة أطفال ما لهم سبيل بالنجاح وتلقى أن عندك مسؤولية أكثر وشونك تحمي الأطفال من عالم الجرامي اللي تعيش فيه حاليا وهل الجزء من ياكوزة يعتبر الأفضل من ناحية القصة وفيه دراما تخليك تابي تعرف شون رح يصير بالنهاية وحتى الجزء بالجثات يعتبر الأفضل وحسونهم مطورين بشكل كبير والأكشف فيه يجعلك تندمج الفايتس والوخص فايتات البوس صار التحمس بشكل كبير وتصير أذقل وأتقن ومو نفس الفايتات العادية اللي تصير بشوارع ياكوزة والعب ياكوزة مو بس مقتصرة على نظام الفايت لا وكعادة الفريق هذا لازم يكون فيه العاب مني جيمز ومن الحين نقول لكم لطفونا شغلات لأنها تعطي متعة ثاني للعبة ومنهم البيسبول وهذا بروح التحدي وممتع إذا تمي بلاتينوم وبصعب مود بهال مني جيم إنه ما فينا يشاعر شاشة ومن نفسه حطيت فلين دائرة على الشاشة بس علشان أخلص الميني جيم وأخذه بلاتينوم ومن أحلى الميني جيمز الثانية وهي الصيد وراح تشوف نفسك تستمتع وتقعد بالساعات عشان تصيد تسميشة التونة ومن أحلى الشغلات بس نسلت ياكوزا وهو ساد كوست وفيه بكل جزء تقريبا أمي أو شي مشن جانبي ومنهم صد جرح تستمتع فيه الجزء الرابع من ياكوزا ياخذك أعمق لعالم مافيا وتعيش قصة أربع شرصيات ومنهم البطر كازمة وكل واحد منهم لقصتها المفصل البداية وهم غير من ناحية الجيم بلاي ومنهم تتلقاه سريع بس طاقاتها ما تدمج ومنهم اللي وزن الفقيل بس طاقة وزنها ودمجها عالي وطبعا كازمة راح يكون تغريبة بين توسط السرعة والقوة وراح تستمتوا بأحداث لما نشوف الهبطار تصادفون مع بعض القصة وتبدل بينهم على حسب شخصية لتناسبك في السيف هاوس فأساسلة ياكوزا ما قاتل عن لمط واحد ودائما تلقى فيها تغيير حلو بين جزء وغيره ياكوزا 5 من السلسلة طورو على الانجين جديد مختلف عن ذلك قبل اللي كان تستعمل نفس الانجين وهالمرة الجزء الخامس وأول مرة في السلسلة تقدر تتحكم بخمش شخصيات رئيسية بس هالجزء نظلم من نواحي فيرة وهنا نزل اصداره في الغرب وخارج يابان بعد تغريبا سنتين ونص وحتى لما نزل بر اليابان نزل بس ديجيتل وتغريبا وقتها بس فور صالها سنتين نازل والجزء هذا نزل بس على بس 3 وتوقع ما احد ستخدم بس 3 يلعب هالجزء غير الفان الجيم بلاي تشابه مع الجزء القبل مع تغير بسيطة ومركز على مودين مود المغامرات او الادفنتشر مود ومود القتال او الكمبات الادفنتشر نتجر تفتر من المناطق مختلفة باللعبة وماكن الميني جيم وغيرها والكمبات مود اللي خليك تركز على الفايت والتلفل الجزء هذا عنده اكبر خريطة مقارنة مع الزاق القديمة ورسوم اللعبة افضل باستغرات اللي تعتبر من اهم العابي دائما انتر الزاق جديد لها لاني ادري اني راح استمتبع اللعبة وحللها مو بس اني راح نخلصه وخليها فحق اي شخص ودي يجرب هيقدر يلعب بحالي الجزء الثالث وبعد يبلش بيأكوز زيرو لما تنزل وبعد الرميك والسادس لانك حتى اذا ما كتلاعب للجزء الاول والثاني في شهر ببداع الجزء الثالث قبل ما تبلش اللعبة راح تخليك تعرف على القصة وما يطوفك شيء سلسلة ياكوزة من ناحية القصة الجيم بلاي التنويع بالجيم بلاي تعتبر شيء في ريد من النوع ولها جواء خاصة من صحكم اللي ما لعبها يعطيها فرصة ويجربه ويعيش جوهة واتوقع راح تعجبه بالاخير اتمنى اكو اعجبكم الفيديو وقدرت حفيتكم فيه وعطونا رايك من اللي حاب يجرب اللعبة مع السلامة